السلام عليكم انتمنى ان شاء الله تكونوا باخر وعلى خير كيف كتشوفوا معايا اليوم عدنا جلابة مخدمة اهبيطة من ذي العشرات الغريزات الموديل ديال الفقاسة انا ازوقته بالبريد انا فيتلي وخدمت معاكم هاد الموديل هادا اليوم الاختلاف اللي كين وان انا انخدموه ان شاء الله بالصم هنا يا عندي عشرة ديال الغريزات عندنا هنا يا الصم اه مبروم على اه جوش شعيرات من ليمن وجوش شعيرات من لسر وكن جمعهم كي تكونوا هنا اربعة ديال الشعيرات كنحاولوا اه نبرموهم زيان لاحظوا معايا او مجوش دائما كيف قلت لكم تنا برموهم زيان الصم باش كي يعطينا الطوع للخدمة وما كيتش نتفش غادي نبدو الحساب من الراش ديال الفقاسة يعني من هاد العين كنحسبو سبعة ديال العوينات الصغر هاد هي السبعة كنحاولوا اه نتبتو الصم بهالطريقة اللي كتشوفوا معايا ما نحاولوش نديرو العقادي اه لان العقادي كي خرجونا من العوينات ديال ديال الرنضا اما عادي نحسب بخط عمودي ونخصب من هنا سبعة يعني من الخط العمودي اه كنحسب حتى كنوصل لذاك الخط اللي كي يدينا السبعة ديال الغارزات اه كنحسبوهم كيف هبطنا بسبعة نحاولوش جال خرون هبطو بسبعة وخلاص داك الخط العمودي هو اللي تيكون المنتصف ديال ديك الفقاسة دابا كنحاولو اه ندورو كيف قلت لكم اه 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 دائما البريد كنحاولو نخليو هدوك الدوارات اللي كندوروه ما يكونوش راكبين على بعدياتهم باش كي يجي البريد متكون اه وكنحاولو نزيرو عادي نرجع ليبرا في هذاك الخط اللي قلت لكم افوقي اه اه كان ديك اللي غرزة كان نرجع ليبرا ونمشي ونخدموش جهة اخرى دائما كان نحسبو اه سبعة ديال الغريزات هاو ما سبعة اهنايا غادي نخرج ليبرا من هاد الغازة هادي وغادي نرجعها لهاد هاد الغرزة المشتركة بيناتهم بجوج اه 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 اتناشط دورة غادي نحاولو نحسبوه ونحاولو نخدمو البريد دائما دوك الدورات كنحاولو نوزعوهم بواحد طريقة اللي هي تكون تساوية بهالطريقة وكان رجعوا ليبرا في المكان او لا في الغرزة المشتركة بيناتهم بجوج دبا غادي نحبط بغرزة ذاك الغرزة المباشرة مع ذاك الغرزة اللولة ونتمك غادي ننتخلي برا ونعاودو دائما غرزة تحتانية هادي دائما الى بغادي نحسبوه غلقو سبعة ديال الغرزات الى بغادي نسيقضو بامران نصحيحة غلقو سبعة نفس الشيء غادي نعاودو ندورو تناشط دورة كنحاولو نوزعو بهالطريقة دوك الدورة ديال البريد ومن بعد كنزيرو ونعاودو نفس العملية دائما غادي نرجع ليبرا من هادي المكان هادا الوسطاني وهنايا غادي نحبطو بغرزة وغادي نعاود نفس العملية آآ نعاودو ندورو ناشط الدورة ونحاولو نزيرو ونرجعو ليبرا في هادي الغرزة المشتركة اللي هي في الاصل ذاك الخط الافقي اللي هبط من الرس ديال الفقاسة دائما الغرزة اللي مباشرة او الغرزة التحتانية كنحاولو نخدمو بنفس الطريقة دائما اتناشط الدورة كنحافظو عليها حتى كنسليو هادي السبولة كاملة المهم اه سير نجاح ديال هاد البريد دائما خصوصا في الصم دائما كنحاولو نوزعو ذوك طريقة اللي هي كتكون تساوية وبالتالي كنزيرو وكان كتكون لنا البريد وكيكون متقون دائما كنرجعوا ليبرا في ديك اللي عوينا المشتركة بينتهم بجوج وكنكملو بنفس طريقة كيف كتليكم حتى كنسليو هاد الفقاسة اللي عندنا كانت مني شاء الله يكون وصل لكم الفكرة وتكونوا فهمتوني هادي نحاول نسلي هاد الفقاسة كيف كتليكم بنفس الطريقة بنفس تقنية هادي هي السبولة مبعد ما سريتها فالبريد كيجي متقون لاحظوا معي ما كانش تسنتيف ديال ديال الصم نهائيا نحبيتها كامنا بنفس الطريقة اه دابانت ان شاء الله دينتقل كيفاش نرشمو جلابة اه الى كانت عندنا مخدومة نحظوا معي ديال قلبة ديال جلابة غادي نحاول ندير رشما في الربوعة بجوج هاد رشما هادي فايت لي طبقتها معاكم دائما اه غادي نحاولو اه نخدمو رشما ديالنا على الفيزلين دائما كيف يبقى واحد المدة طويلة وممكن نرشمو بها عدة مرات اه لاحظوا معايا هنايا في هاد في هاد الدرس ديال اليوم اولا كيفاش نرشمو اجلابة مخدومة دائما نلاحظوا معايا ما خليتش ديك جوش تسنتيم اولا ثلاثة ديال الخياطة ما خليتهاش بصفة نهائية اه هنايا خدمت رشيما اولا ردتها على الفيزلين مباشرة على الحرف ديال الفيزلين يعني ما خليتش سنتيم ما خليتوش لانا عندي جلابة مخدومة اه المرحلة الثانية هي انني خسنين اخد العبار لاحظوا معايا في هاد القلبة هادي كندير واحد الخط فوق الفيزلين اه مرحلة الثانية هي كندير واحد جوج نقيطات على التوب اولا في المكان اللي كنتقل فيه جلابة بالضبط هنحاول نحط هاد الخط هادا نحطوه في هاد المكان اولا في هاد النقطة البيضة هي اللي كنتعطيني العبار ديال اه ديال الرشيما ما كديش فيها ما كديش فيها الديكالاج كنحاول نتبتها مزيان هنا ايلا لاحظوا معايا احطيت هاد الخط هاد على نفس النقطة وتبتها بليباري احطيت البابي كابو وحطيت الفيزلين وتبتهم بليباري مزيان باش ما تحاولش تتحرك لي اه يعني فاش نكونت ها نرشم ما تتحرك لياش الفيزلين وما تخسر لياش الرشمة وكان بدا اه نتبع رشيم ديالي دائما كان حاول نستعمل القلم او الاستيلو وكان نرشم بها الطريقة هادي اه كنحاول ندوز على الرشيما ديالي كاملة ما نحاول نخلي ما نخليش تاشي الرشيما مدرناج ودائما فاش كان بغي نتاقله من الرشيما لرشيما كان حاول اني نتكيب ستيلو ومن بعد كان حرك يدي اعاد عاود ندو نرشم كان دوز على الرشيما كاملة دائما دائما فرشيم اه واحد تقنية اللي هي بسيطة سنردو الهالبال اه واستيلو او القلم كان حاولو احنا غادي نحلو كان حركوه يعني ما كمشيش غاي خط واحد دائما بحالي كان نمشيو القدام ونرجعو اللور دائما في الحركات ديالنا ان شاء الله مع الموضة غادي تكتسبو هاده الطريقة هادي اه الفكرة غادي نحاول ان نبسطها كتر اه مثلا فاش نكون تنرسم بالقلم او لا تنرشم دائما اه ستيلو او للقلم كان حاول انه انا انا على الرشمة كان حاول نرجع القلم اللور او ارجعو به القدام هادي الطريقات الرشيم ماشي كان مشي نيشن على على بمسار واحد لا دائما كان حاول بحالي كان زيجزاقين فوق ذيك الرشمة اه كنتمنى ان شاء الله نكون نوصل لكم الفكرة هادي واحد تقنية بسيطة كيخصكم تردو الهالبال منها اه كتكون الرشمة كتبان كتر هادي نحاول نسلي هادا الرشمة بنفس الطريقة دائما يدي بجوج يكونوا متحكمين اه في الرشمة كنحاول دائما نحطهم على الرشمة ما كان حاولش نحي يدي يدي كيف لحطهم معايا انا ما كانت تقل من الرشمة على الرشمة دائما يدي كانت بتاع على على البيزلين باش ما تقدرش وحاكا بليباري دائما كان ديلا احتيات باش انا الرشمة ما تحرك لياش من اللي تحت او لما تعتني شو حادي كالاش في الرشمة ديالي انا حاولت اناني نصرعوا شوية الخدمة باش نربحوا الوقت اه اه فاش غادي نبغيوا نرشموا اه الربع الاخر هنوريكم اه هنوريكم اه تقنية فهي بسيطة وبينة هنحاول نقلب الفيزلين للجهة الاخرى بها الطريقة ان شاء الله هنحاول نوريها لكم اه كيف هي دائما اه لاحظوا معي انا درت هنا درت لون الصفر اه سامعة صوير ما بلياش عادي نحاول ندير بابي كاربون في البيض اه لاحظوا معي هاد النقيطة اللي درنا في البيض حطينا اه نفس الطريقة بذلك القلم اللي كنا اخططنا في الول اه حطيناها في ذلك النقيطة البيضة اللي درنا وحاولنا اننا ندوزع بالقلم على ارشيمة كاملة اه بنفس طريقة بنفس تقنية اه حتى ساديناها عادها هو الشكل ديالها وخاما بنشدك الصفرفة البيضة رهبا اه اه كانت سمنان جاء الله نكون وصلت لكم الفكرة وطريقة هاد الرشيمة لها بياسا مخدومة هاد الرشيمة هادي فايت لتبقتها معكم ان شاء الله في شخص خدمها وغادي نساليها وغادي نوريكم اه الشكل النهائي اه ما بقى لي غا نقول لكم نخلي لكم الراحة الى الفيديو القادم ان شاء الله ودائما مع الجديد